برضو هنروح للأخبار المحلية في خبر دايما احنا جنب كوادرنا في كل مكان اللي بتمثلنا مش بس اللعيبة الكوادر الإدارية اللي بتمثلنا في الهيئات الرياضية العالمية خبر أفرحنا كتير انتخاب المصري وجيه عزام نائبا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريكي للدراجات فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لمدة 4 سنين جيد في الانتخابات اللي اتعمت في اجتماعات جمالة عمومية غير العادية الاتحاد الدولي اللي اتعمت على هامش بطولة العالم في بلجيكا ودلوقتي الدكتور وجيه عزام بقى واحد من اربعة نواب لرئيس الاتحاد لللعبة ويحتفظ منصبه الدولي لمدة 4 سنين لحد الانتخابات الجاية طب انت بتقول لي ايه اهمية الكلام ده يا كبتل الكلام ده ليه اهميات كبيرة جدا جدا انت جوه المطبخ جوه مكان او مطبخ صناعة القرار في تحاد الدولية وتقدر تستطيع بطولات تقدر دعم المنتخباتك احتكاك لمنتخباتك للعيبتك احنا عندنا الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي هو الوحيد نتمنى نشوف كوادر نتمنى نشوف رئيس واثنين وثلاثة من الاتحادات الدولية الكبيرة من مصر عندنا امكانات عندنا امكانات عندنا دولة قوية تقدر تدوقف جنب مرشحينها تعفين انتخابات لعبة طبعا بيبقى فيه ضغط وجذب وشد ودعاية وكلام ده كله فاكيد المناصب دي بتساعد الدولة المصرية بشكل او باخر